أيها الأحبة عقيدة الحسين عقيدة علي وفاطمة عقيدة أبي بكر وعمر وعثمان واحدة قال سيدنا علي كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان وهذه عقيدة المسلمين قاطبة قال علي رضي الله عنه إن الذي كيف الكيف لا كيف له قال علي رضي الله عنه إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته وقال ولده الحسين في تنزيه الله تعالى لا يمس وهو منزه عن الحواس هذا كلام الحسين وهذا زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب في يوم عرف يقول لا إله إلا أنت سبحانك لا يحويك مكان لا تحس ولا تمس ولا تجس ولا تحس وهذا جعفر الصادق رضي الله عنه يقول من زعم أن الله في شيء أو على شيء أو من شيء فقد أشرك إذ لو كان في شيء لكان محصورا ولو كان على شيء لكان محمولا ولو كان من شيء لكان محدسا أي مخلوقا فعقيدة أهل البيت هي عقيدة الصحابة هي عقيدة كل أهل الحق هي عقيدة الأمة الإسلامية الله موجود بلا مكان ليس كمثله شيء فاسبتوا على حبهم وعلى نهجهم وعلى عقيدتهم حشرنا الله معهم هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال إن الذي كيف الكيف لا كيف له من روى هذا الكلام عن علي رواه عدد من العلماء منهم أبو إسحاق الأسفرايني ومن الحافظ أبو نعيم الأسبهاني في كتابه حلية الأولياء في المجلد الأول هذا نص من الصحابة على نفي الكيفية عن الله لما إجا واحد يهودي عند سيدنا علي وقال له يا علي أين الله قال إن الذي أين الأين لا أين له قال له صدقته رجع قال له وهذا سؤال كفر رجع سأله سؤال كفري قال له كيف الله قال له إن الذي كيف الكيف لا كيف له قال صدقته ثم تشهد ودخل في الإسلام هذا اللي كان يهودي أسلم في هذه المسألة سلم لعلي ليش لأنه كان طلع على بعض ما في التوراة الأصلية من تنزيه الله عن الجسم والمكان فقال علي أخذ من محمد ومحمد ينزل عليه الوحي وافق جوابهما في التوراة الأصلية إذن هو صادق هذا قول علي وفي مثل هذا يؤخذ بقول علي الذي وافق القرآن أم يؤخذ بقول مئة ألف إنسان إن عارض القرآن بقول علي أما لو جيب لك الترين له قاطرة ومقطورة وترين وراها مع بأي كتب عم بتقول على زعمه والكيف مجهول هل يؤخذوا بها لا يؤخذوا بها لو جيب لك سبعمائة ألف مطبعة وثمانمائة ألف مكتبة ومليارين كتاب وبيقولوا لك الكيف مجهول كالعدم ليس كمثله شيء تكفينا نحن مع القرآن ليس كمثله شيء هذه الآية تكفي وتنفي عن الله الكيف قال علي إن الذي كيف الكيف لا كيف لا الإسلام دين كل الأنبياء وعلي أخذ من محمد ومحمد نزل عليه القرآن أيضا ممن نفى الكيفية عن الله لفظا ونصا صريحا الإمام أبو سليمان الخطابي مين أبو سليمان الخطابي تسمعوا بالحافظ البيهقي أبو سليمان الخطابي شيخ للحافظ البيهقي ماذا قال أبو سليمان إن الذي علينا وعلى كل مسلم أن يعتقده أن ربنا ليس بذي صورة ولا هيئة إذ أن الصورة تقتضي الكيفية والكيفية عن الله وعن صفاته من فيها والكيفية عن الله وعن صفاته من فيها